السلام عليكم. الله العظيم. عيد نجرب عيد عيد نجرب بادة باد شي هذا نجرب يعني هده هده نقول هده الرويو جديد دي الان اني نهضر. ولكن ما كان بنشي. جربت جوج دلمرات ما كيتمع شي صوتي واحدة فاتتمع دي شي صوتي. والتانية كيتمع صوتي وكيت تقطع. كان قول بلعض الافكار وانا يعني ما كان يعني ما نوجد شي ما كنكتب شي غين كان نرتاجر يعني كان نتكرر اهم من الافكار اللي فراسي وكان ننظر فيهم. وجود المرات كان ننظر وهذه المرات الثالثة. ويلا خرية اذا اصدقت تبارك الله ما اصدقت شي غان نمشي نعاس حي تعيد. المهم هذا كما قلت في ذلك جود لا تسمعوا شي هذا هو اول مرة كان نحاول. قلت يعني هذه الصفحة هذه اني نحاول ننظر فيها في مختلفة المواضيع. بغير نقول زي ما المواضيع الاجتماعية. ننظروا يعني ونقشوا فيها. ومن كان قلت نقشوا. كيف ما قلت بعدها فاهمت دي برا دارت بقلي دارت. كان اعتبر بحل لزا ما سمعتوني. كيف ما قلت ان النقاشات ليس بالضرورة ان نقصد بها النقاش المادي. يعني نشوف ذلك النقاش لا اقناعني ان قنعك. لا انا من نسبة لي يقدر يكون النقاش غير بين بناده وبين راسه. هذه واحد النقطة كنت يعني قلتها وده بكن عاودة. اي من جانب انني ماشي بالضرورة ما نقول دي يعني كلمة النقاش سواء اهناية او بشي قنطية اخر. ما نقول النقاش يعني بنادم يقدر يتناقش مع راسه. بشي فكرة انا نقولها. حيث الاهم هو بنادم يتقتنع بالفكرة اللي كي يقدر عليها. ماشي المهم واتقتنعها شي شخصي اخر. بشي فكرة اصلا انت ما اقتنع شي بها. ومن هذا الموضوع اللي بغيت نظر عليه. اللي يعود يعني كان نظر عليه قل. هو الموضوع دي قلت غياب الجانب الفني داخل مدينة تطوان. وهذا المشكلة هذا وطني. ولكن دائما انا كان امن ان الحل لامور كي يكون محلي. هذا كان نقوز للجانب الوطني. يعني انا ما كان نظر علي شي موضوع. انا دار عليها يعني محليا. ونقدر شي مواضع نطبق ونطبق عليهم محليا. وكانت منه يعني يمشي علي وطنيا. كانت منه ما نعرف. المهم الموضوع هو الانعدام الجانب الفني داخل مدينة تطوان. ولا ما كان نقول يعني الانعدام. يعني عندي نفس التعريف ديالا ديك النظره الشديدة جدا. يعني اقدر تستعرض لي بعض الميرجانات اللي يكوزوا في مدينة تطوان. ولا تقول لي واحد يعني سواء ميرجانات كانت سينمائية ولا موسيقية. وتقدر عاود تستعرض لي بعض المجال يعني عاطية فيهم مدينة تطوان يعني بحل الفن الاندلوسي. ولكن انا ما اقول لك الانعدام انا سنضر لك على الفن بشكل عام بشكل مطلق. عنا واحد اه واحد ضعف شديد بزاف. والخلاصة دي هالو انك تجي تحول له. هو انه يقول لك العامل المادي. ولو كان العامل المادي. هو العامل اللي يقف فجار ديالات الابداعات. على الاقل كنا نشوف واحد المحاولة. كيفش? انا ما كان نقول لك انه واحد ضعف كبير في في المجال الفني. ابرز حاجة في الفن. ربما يتعتبر ابو الفنون والمسرح. بالنسبة لي لي. وبالنسبة البزاف ديالنس. المسرح واحد لقيمة فنية. يعني صعيبي اضايا شي فني اخر. حيط يقدر يجمعهم كاملين. طو المسرح. المسرح التطواني. نقدر ان نأتيه واحد العبارة على شكل سؤال. المسرح التطواني. ثلاثة النقط اين هو. على ما تستفهم. ومشي قند ذكروا على المسرح التطواني المكان. الهيكلة. قندكروا المسرح التطواني. اين هو الابداع على المسرح التطواني الفني. يعني مثلا لجه شي واحد يكتب على المسرح التطواني. وشني غايكتب مثلا. ما غايكتب والو. يعني يعني بكل روح الرياضية ما غايكتب والو. الا ولا بغايجمل على شي جوجده لتلسد الناس. قازوا في المدينة. اما النقد. ولا نقوله الهضرة بشكل عامل على المسرح التطواني. ما كينوالو. ما كنجوبوشي واحد الاقبال الشابة من الميدان المسرحي. وصل لكي منا الجانب هذا. هاد شيء اذا فعلش اطحلي فراسي. ما مشي ماشي. انا في الزنقة وكان قولها ما كينوشي. ما كينوشي المسرح في وسط مدينة تطوان. كيفما قلت ماشي على الجانب. دي الان انا قلت ماشي في الزنقة وفقط. قلت علش ما كينوشي المسرح هذا. ولكن كان كلاحة. بالحكم انني يعني كي اعجبني الميدان التاريخي كي اعجبني شي حاجات ميزة التاريخ خاصة لكا التاريخ ديه المنطقة اللي انا عايش فيها ما كينشي واحد مقوله الاشهار الليلة يعني مثلا مدينة تيطوان لي عاشت احداث بزاف ما يقول احداث بزاف ما كان نقصدش يعني القرن اللي فات ولا بداية من القرن الخامس عشر يعني عاشت احداث بزاف ما قبل البيلد ما كتشوفش واحد اعمال مصرحية قد تقدر على على هذه الاحداث هنا يفين طرحة لانا النقطة ديه المصرحية من عادمة مدينة تيطوان وهذا الشي على المصرحية اللي كتقدم الجانب التاريخي اما رأي المصرحية تقدر تقدم احتها الجانب يعني نقوله الادبي الفني يعني الادبي يعني شي شي مسرحية مشهورة على يعني يتجسد بالطريقة تيطوانية معنا شي هذا هاد شي هذا نفس الشي من نسبة للسينما ما كينشي سينما تيطواني يعني طبعا هذا يبقى في حل واحد المبتاغة كبير بزاف هذا الميدان بعد السينما ايه معنا ما نقاطط ماشي يكون فيلم تيجاري ايه ده شعجة دوليوز ولا بوليوز دي الهند لا يقدر يكون فيلم وثائقي كي يعرف بهذا بهذا الشي هذا كيتعرض غير نقول الناس مدينة تيطوان بشي 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 حركة فنية عملوا هشي درارة ممثلين تيطوانيين ولا بتعرف بشي بشي جانب تاريخي يكون وتائقي هذا هو اللي كان نقاطط به العمل الفني غائب على مدينة تيطوان حيث واذا بدنا نشوفه وقد ننظره على الميراجانات طبعا الميراجانات التي تكون دولية واقليمية يكونوا مزيانين ولكن في حال يكون الميراجانات طالعين على هذا الشي ديال تيطوان تعرف بتيطوان سواء على الصعيد التاريخي ديالا ولا على الصعيد التراطي ديالا هذا هو اللي كي يظهر للأهم واللي ناقص نبقى في اللي ناقص مش ما نقولوش الأهم ون يعني ونطيحوا بالليكاين هذا هو اللي ناقص بالزفن أنت طبعا ما كينشي تعرف بأبرز الناس لدهزو في المدينة ولي كان قولوش بتعرف سواء كان تعرف وتأقيقنا ولا تعرف بمصراحة اللي كان قولوه مصراحة يكون مثلا كي يجسد أحداث وقعت ربما العامل أنه ما كينشي الإقفال لي لا لكي ما نعرف كين اللي كي تشوفه أنا ما تهنا عشيفة أنا كان آمن أنه كين مواهف تطوان تأتيه كزف الميدان المصراحة تأتيه كزف الميدان ديال دا لي قلونا الفني بشكل عام مش بالضرورة كل شيء كورة كلي كي يشوف المتنفس دياله والمصراح كلي كي يشوف المتنفس دياله والموسيقى كلي كي تشوف المتنفس دياله والتمثيل علش لا بده إحنا نعم الرياضة ومش عثار الرياضة غير القورة ولا والو. طبعا يقدر كيف ما قلت كين واحد تقصير. يعني الناس اللي عندهم كيقولوا شي حاجة وما كيبشيو شي. ولكن كين التقصير الاكبر من الجانب ان الجيهات نقوله. اللي مسؤولة. ما كتوفرش. ما كتدخلش نعاد نقوله حتى بقد الاطفال. في المدارس تقول لهم وتشجعهم على اللي ينخرطوا في العمل المسرحي وفي العمل التقافي وفي العمل الفني. في داخل المدرسة الليولية. وإذا كان عندهم شي مستقب يعني يكملوا يعني الحب ديانو من ذيك الهواية اكتر وكتر. فالمدرسة التواحد لا يستدعي بعد الاطفال بعد ان هذا شي هذا من غير شي مناسبة قليلة بزاف. انا بعد من خلال التجربة ديانو في المدرسة. ربما ربما كنظن تعرضت عليها مرة واحدة. على عزب العاقل. وما كانش يعني يعني ملزامة ولا كانت انخرط فيها اي واحد. كانت صدفة. اما ده بخ ستكون في حل واحد الناشط. ما نقول شي ملزام. ولكن اللي بغى يقدر يدخل له. ما يمكنش يا صاحب مدينة ما كان فيها احت احت فرقة ما صراحيا عارفوها. واذا كانت ما مجهولة. واحتا واذا كانتوا مجهولة يكونوا بزاف. هاد شي بغى تنظر عليه. يعني الجانب المسرحي والجانب اللي قولت السينما اللي منع هذا ما كينت تشي تعريف بالشخصية. يعني اللي كان قول دمانة دلمدينة وديل احداث دلمدينة. راضي بقس عليها انه اما كيعرفوا شي بالتعريف ديل اشخاص اشهر الشخصيات اللي قزت على التاريخ دلواطن. واحداث قزت على التاريخ دلواطن. بالدول اللي قزوا على دلواطن. اللحظوا ان في تركيا كيستعرضوا اهم يعني التواريخ اللي دازوا في تاريخ دي يعني في ديك البلاد. المغرب غاني بها ده غاني غاني. باعمال تاريخية يقدروا يخليوا بنادنة. يبقى عود ديك العمل سبع اضل مرات في النار. ولكن كين واحد تقتر. ما انكتبوشي على الله. ماشي اي حاجة لسقوها في العامل المادي. العامل المادي طبعا ما يخليكش تخرج احسن حاجة. ولكن ما كينشي واحد توجه حتى ولك العامل المادي مو متوفر. هذه بالنسبة لنقطة دي اللي يقول ديد المسرح والسينيما. بالنسبة لن نقطة نقطة اخرين ديد الموسيقى اللي كلاحظ ما كينشي شي ميرا جانت. اللي كتبين طابع الموسيقى التطواني. واحنا ما كنقوله الطابع الموسيقى التطواني دائما مباشرة مشغل تلقائي ندم كي مشيناع الموسيقى الاندلسية. ما عرفتش عناش كين. هي الموسيقى الاندلسية. تختزل اه طابع الموسيقى التطوان دير التطوان. من اللي بدهت. من اللي فتحت عينها دابا في الموسيقى الاندلسية. طبعا هذا ما شي تقليل عنكش واحد يفهم ان هذا تقليل من الموسيقى الاندلسية رأي جزء اللي يتجزأ من تورة التطوان. وبالعكس كنف تخرج بها. وكين بلعد الناس. وانا منهم. ما يخرج من تطوان كي يقدر يرجع عن ديك الاغاني باش يتفكر تطوان. او صالنا نقول لك اه بحال مثلا. من دي سبال الليل يزعمها. اغاني دعا بتصدق شقارة. ولكن ماشي ايه الموسيقى المتوفرة اللي كي هنا في في المدينة. بمعنى ماشي هي الموسيقى اللي كي هنا عد نزل المدينة كاملين. نزل تطوان متنوعين. كل واحد يعني شمن ثقافة عنده. وهذا اغناء ننا من الموسيقى التطوانية والحضرات التطوانية. علش ما يكون شي مثلا نقول لك حلوح الميراج الموسيقي. يشمل جميع اطيف المجتمع تطواني بالموسيقى نفس الشي اللي غندكره عود على الموسيقى ندكره على اللبس تطواني. اللبس تطواني حتى هو كنشوفه قطقة اللبس تطواني بشكل اوتوماتيكي كمشي لك عينك الواحد النوع محدد من اللبس. مع العين ميلا جيت اتقرار. في واحد الكتاب. مش ما نقول شي اسمه واحد كي يستشهدو به جيران. لو نقول جيران يعني جارة الشرقية كي يستعنو به. معرفت وش نكون موفق في هذا الطرحة دي دي المثال هذا. ولكن ما كي يستعنو به. يدل على ان اللبس اللي كيتحضب انه اللبس تطواني. ماشي ماشي والواحدة. اني قدر نقول لك ماشي والواحد اللي كي يعمل في تطواني. نفس الشي اللي قلته على الموسيقى كنقول له انا من نسبة على اللبس. ويا حاصرة كو كان بعدها. نقول لك كين وحن نوع واحد واللي كيتوجه له في ميكان نذكره اللبس تطواني ولا الموسيقى التطوانية. ويا حاصرة كو كان بعدها غير كنت تعتاد هذه القيمة حتى هو. وبيده كين واحد الخوم والعود التعرف به والفتخار به. اما يا اخرين من عدمن اصلا. هاد الموضوع آآ ولا الجانب الفني. ثقافي التوراثي ديان المدينة تطوان. على جمال الاصعي ده اللي دكرة ده بها هاد. واحد موضوع آآ كيش كالب بشكل كبير كيفاش كيفاش الاجيال اللي مجا غتشوف هاد العصرة هادا. كيفاش غاي تشوفونا كيفاش عنا كنا عايشين كيفاش اه كان عبرو على راسنا واش كنا عايشين في ذيك التخلف اللي كيدكروها في في الكتوبة ولا كان عنا شي نشاطات كنا كان عملوها. حيط اللي كاعرف على المجتمع ولا لك يعرف على طبيعة المجتمع كيفاش عايش. والفن دياله. بغا يعني بغا بنادم ولا كراه والفن دياله. يعني الا بغتي تشوف شي تقافة كنت قدية مش عنا دي. الا بغتي تعرفة. واش كانت متحضرة او لماشي تحضرها. ايا بالفن اللي كتعمل. علاش? ما يمكنش عجبارش حضارة متخلفة قد اعتم بالجانب الفني. ايا حضارة تاريخية في في التاريخ دلعالم. ما تجبروشي مثلا راسمين في الحيط. انهم كي ضربوا الكامنجا وما كيموتوا بالجوع. اذا اجبرتشي حضارة قدية تنبل جانب الفني. ومشي بالضرورة يعني اذكر مجال الموسيقى يعني مجال الفني بصيفة عامة. عارفة انها شبعت كرشاعة قدية المجال الفني. يعني اذكر حضارة متفوقة عمنت الاكتفاء الذاتي ديالها عدست على المجال الفني. هنا يقدر من هذا ما يطرح السؤال. واش حنا شاب عاني مفكر شنا مش نمشي وعد المجال الفني. هذا موضوع بواحده. انا بديت بالموضوع ديال التقافة اللي بديت يعني بالطبط المجال الفني. نظروا عليه ونظروا انه كي نقص بزف. نقص بزف يعني تشي واحد مش يقولنا ان تطوان كتعيش شي حركة فكرية تقافية في هذا الميدان هذا. احنا كنعيش واحد ضعف واحد بين قوسين نقولها واحد شو هي يعني فكرية في هذه الميدانة هذا. ما كنتشي ابدع. ما كنتشي ابدع. يعني اولا كانتشي احصائية سنوية تتقافية في مدينة تطوان على الابداع الموسيقي ولا الابداع للباس ولا الابداع نقول لك اه سينمائي ولا المسرحي. احنا صفر. واذا كانتشي حاجة لا يعد بها. ما كنتشفوها شي اصلا. مهم هذا اول يعني الطرح اللي بغيت نبدأ في اه يعني من النار اللولي. كانتمنى هدا يكون تسجل. والله العظيم اخوتي بجود المرات وهذه الثالثة. كانتمنى يكون تسجل الطرح هدا في البداية ديال ديال المواضع اللي بغيت نطع عليها. كان شي مواضع يعني كيقلموني بشكل شخصي. ولكن ما بغيتش ينبدأ بيوم يعني ماش من طيحوش الضيم من النار اللولي. المهم. نبدأوا بالمواضع يعني نقول له هاد الاستئناس. هاد المواضع التقافية الفنية. كان شي افكار يعني مستقبل ولا شي مواضع مستقبلا يقدروا يخلقوشي صدامات فكرية. ما عندي حتى مشكلة يعني. المهم اهم حاجة هو تكون اه المنفع العامة على ارض الواقع. يعني احنا 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 اضرق. احنا احنا افكر معكم بصوت عالي. وما كرات شي. صراحة اه بعض الافكار يقدر يكون بينتهم فكرة الافكار اليومة نطبقهم على ارض الواقع. ولكن اه تطبيق من شي هو الاضرق. ولكن المهم هو نعرفه اصلا اذا قدرنا نطبقوش من اضرق نطبقو فيها. وذيك الاضرق اللي كان يعني اللي خصنا نطبقوها هو الصلحة ولا ما صلحها شي. يعني احنا قن يعني شخصيا انا قن اضر معكم اه ولا قنفكر معكم بصوت عالي. نتمنى يكون عجبكم هادا نقول لكم الاوديو اللي في سبيل انني انقدر نعمل اوديو سياخرين باش ناضره اكتر اكتر. اصلا الله وفراسكم.